لا نخوف الناس من الله حتى في الموت ما نحب لقاء الله حب الله لقاءه ليش حمنا بعض الحياة نحسب القرب من الله مخيف القرب من الله خير وراحة واستقرار ولذلك انا اقول للناس مثل ما جاء في الاخبار ان موسى عليه السلام مر على قبر هارون فبكى فسئل من الذي يبكيه قال ابكي لي في راقه ولانه في القبر قال يا موسى لو تعلم ما لطفي بهم في الارض لما بكيت عليهم وانا لطفت بهم انا لطيف بهم هم على الارض ما لم حول ولا قوة الا الطف بهم هم تحت الارض لا حول لهم ولا قوة الله كريم والله اني واثق اني لتحت الارض من الاموات والعاجزين اليوم مني يقدرون يقدرون يقدمون عمل ان الله يلطف بهم اكثر من لطفي بنا سبحانه فلا نخاف من الله لقاء الله كله خير لقاء الله خير في صلاتك خير في دنياك خير في موتك من احب لقاء الله احب الله لقاءه ولذلك الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة مو بملك واحد تنزل الملائكة عشان ماذا تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا هذا ربك يقول لك انتم تموت ولا تحزنوا لا يقول له وأبشروا بالجنة لا تخافوا من الموت ولا تحزنوا على الدنيا اللي انتم تاركينها وترى نبشركم بالجنة التي كنتم توافع